زار وفد من هيئة الشارقة للثروة السمكية برئاسة سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة مجمع القرآن الكريم في الشارقة حيث أكد أن مجمع القرآن الكريم إحدى ركائز الثقافية والعلمية المهمة في الشارقة لإنجازه الحضاري والعالمي في خدمة كتاب الله ونشر علومه وكان في الاستقبال سعادة عبدالله خلف الحسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم حيث قدم للوفد شرحا مفصلا عن المجمع ومتاحفه ومشروعاته العلمية والبحثية ثم اصطحبهم في جولة بمتاحف المجمع وأطلعهم خلالها على المخطوطات ونوادر من نسخ القرآن مصحف الشريف ومشاهير القراء واختتمت الزيارة بمشاهدة فيلم الأوصياء على الرسالة بحضور مدير الإدارات ورؤساء الأقسام في المجمع اشتركوا في القناة